من يشاهد هذه الأجواء للشماع 127 نائباً لأول مرة منذ أربع سنوات ينتظر مخرجة الجلسة لكن يبدو أن الأعضاء اتفقوا قبل أن يجلسوا رسمياً على أن لا يتفقوا فعلاً رغم المشاورات التي مهدت لها في طنجة المغربية فشل النواب هذه المرة أرجع إلى الخلاف على الرئاسة بين الأقاليم وهو ما كان واضحاً بين النواب وفق ما رصده مراسلنا فيما نقلت مصادر أخرى تهديد بعض النواب بالانسحاب كلياً من الجلسات للسبب نفسه ولصحة شرعية عقد الجلسات خارج بنغازي من عدمها رغم عقدها في طبرق في وقت سابق ولم تذكر هذه الخلافات كالعادة في بيان النواب بل اكتفوا بأعلان التأجيل وترحيل تغيير الرئاسة واللجان الفنية والمناصب السيادية إلى 21 من الشهر الجاري تم الاتفاق على أن تكون الجلسة القادمة بمدينة غدانس بتاريخ 21 و22 ديسمبر 2020 وذلك وفق جدول أعمال التالية جلسة اليوم الأول الاثنين 21 ديسمبر 2020 البند الأول إعادة انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب الليبي البند الثاني إقرار الدورة البرلمانية لمجلس النواب الليبي بواقع 6 أشهر لكل دورة وتعديل اللايحة وفق ذلك وسبق أعلان تأجيل النواب غدانس جلسة عقدها عقيل صالح مع أقل من 20 نائبا في مسعى لرفض مسار غدانس وأي جلسة تعقد خارج طبرق أو بنغازي حسب تعبيره ولم يصل هذا الرفض إلى هذا الحد فقط بل أكد أكثر من عضو من المجلس قبل أيام وصول رسائل تهديد لفرض أسماء معينة لرئاسة المجلس وأن الجلسة قد تلغى بسبب الخلاف الحادي على ذلك وهو ما حدث